قرية بلواخ تلكم القرية الموريتانية التي ظلت منسية هنا على ضيف الأطلسي على مدى ستة عقود من الزمن قبل أن تتحرك قوافل الخير الإماراتية لترسم خارطة جديدة للقرية الإعمال الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات والبوج الخاصة للأحمر الذي يسعى دائما إلى عمل المشانية التروية في موريتانيا والعالم الحكومة الموريتانية تشهد بهذه الجهود الإماراتية لات البعد الخيري والإنساني والمندرجة بصميم علاقات التعاون المهمرة بين البلدين الشقيقين نعتز بتعاون الإماراتي الذي يشمل قدس مجالات منها الصحة والتعليم والسكن والحمد لله عودونا على هذا النوع من المبادرات والمساعدات الغيمة مسروع تأهيل قرية بلواخ شمل فضلا عن حملة تنظيف القرية وشق الطرق الرئيسية داخلها بناء مسجد جامع ومدرسة حديثة والعديد من المساكن المجهزة للسكان الأكثر احتياجا وبرشات للخياطة وحدائق عمومية هذا المساعد نظر إليه من جانب العمل الخيري الذي دابت الإمارات على قيام به في موريتانيا ونرجو إن شاء الله أن يحافظ المستفيدين في قرية بلواخ على ما تم إجازه قرية بلواخ هذه القرية التي انتقلت من وضع اجتماعي وتنموي صعب إلى قرية تحوى بكل مستفزمات الحياة الكريمة بفضل الأياد الإماراتية البيضعة مهمة وبد الهلال الأحمر في موريتانيا شملت أيضا تجسين المدرسة الرقمية وتكريم طاقمها المتميز في إطار تعاون مع وزارة التعليم الموريتانية نعتبر هذا الحفل بمثابة احتفال بالجهود المبذولة والنجاحات المحققة حتى الآن في هذا المشروع واليوم نقف على أعتاب المرحلة الثانية متحمسين لما ستحمله لنا من إنجازات مشروع المدرسة الرقمية في موريتانيا المدعوم في إطار مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يسعى في مرحلته الثانية لتوسيع التجربة لتشمل ستين مدرسة جديدة وتكوين عشرات المدرسين في البلاد لقنوات أبوظبي محمد أدرحمن محمد فال نواك شوت